اطلقت شوطة ثلاث سنوات من هذه الامسية وصدر للجواد حربة السيج في المقدمة ملك السيد خالد حمد محمد عبدالله العطية والفارس جيفرسون سميث تختفى الصدارة خيزة بوثيلة السادة واذنان ريسين وسفيان سعدي الوصفة مع حربة السيج وجيفرسون سميث الترتيب الثالث تاي خالد حمد محمد عبدالله العطية وأرنو دولبين الجياد بشكل سلسلة بقيادة خيزة بوثيلة ملك السادة واذنان ريسين المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الأخير والصدارة مع خيزة بوثيلة والسادة واذنان ريسين وسفيان سعدي المنعطف الأخير بالاتجاها إلى خط النهاية تعطى الإعازات وتحركات لتاي من الجهة الخلفية ولكن الصدارة لا تزال مع خيزة بوثيلة السادة واذنان ريسين وحربة السيج الآن حربة السيج في محاولة ولكن خيزة بوثيلة واذنان ريسين وسفيان سعدي الوصفة مع الجوان حربة السيج خالد حمد حمد عبدالله العطية وجيفرسون سميث والترتيب الثالث تاي ملك سيد خالد حمد محمد عبدالله العطية والفارس أرنود لبين مبروك ونتائج الشوط الأول عزاء الحضور والجمهور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم واحد خيزة بوثيلة واذنان ريسين والمدرب البانديميول والفارس سفيان سعدي مبروك بتوقيته وقدره دقيقة وتساطع الشهر الثانية واثنان وتسعون جزء من الثاني في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم اثنان حربة السيج ملك سيد خالد حمد محمد عبدالله العطية والمدرب حسين عشور والفارس جيفرسون سميث وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم اربع تاي ملك سيد خالد حمد محمد عبدالله العطية والمدرب محمد بن حمد العطية والفارس أرنود لبين المبروك اشتركوا في القناة